تميز هذا الحفل الديني بحضور وفد مغربي كبير ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق وقد ظل المغرب حريصا على أن يكون الوفد الذي يمثل المملكة في هذه التظاهرة الدينية الكبيرة في مستوى هذا الحدث الذي يكتسي دلالة مهمة ومناسبة للتلاقي وتشريع قيم الإسلام السمحة في مقدمتها المعرفة والعمل والتسامح والسلم ويخصص هذا الحدث الذي يعد أحد أهم التجمعات الدينية للطريقة التجانية بداكار للاحتفاء بذكر خليفة الطائفة التجانية العمرية تيرينو سيدو نوروطال سليل عائلة أنجبت علماء كبار كرسوا حياتهم لنشر القيم الأصيلة للإسلام يمثلنا صاحب الجلالة الهامي ملة الإسلام والدين كآدته ليس هنا فقط في عزيز الزاوي بل في جميع الزوايا السنغال بل وفي أفريقيا كلها لأن من يرأى لابد أن يقوم بواجبات ما كلكم رأيين وكلكم مسؤولين رأيتهم وهذا من مسؤولياتهم دائما يأتون ويساركون معنا في هذا الموسم وفي المواسم أخرى نقدر هذا المساركة حق التقدير وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد أحمد التوفيق الذي مثل جلالة الملك في هذا الحفل أن الأسرة العمرية دأبت كل سنة على تخنيد ذكرى خلفاء الزاوية التجانية العمرية مبرزا أن أحفاد هذه الطريقة يحملون مش على ترسيخ الشريعة الحقة بفضل التربية الصوفية التي تنهل من نصوص القرآن الكريم كلفني أمير المؤمنين صاحب الجلال ملك محمد السيدس عزاه الله بالحضور إلى السنغال على أساس الدعوة التي وجهتها طريقة التجانية العمرية إلى جنابه الشريف لتشريف هذا الملتقى الذي تقيمه كل سنة في ذكرى وفاة الشيخ سعيد النور وحفيد الشيخ عمر الفونتي ومعلوم ما لهذه الأسرة خلفا عن سلف من روابط بالعرش العلوي المجيد في القديم وفي الحديث فهذه الأسرة التي ذهبت لشيخها للقاء صاحب الجلال الملك محمد الخامس رحمه الله عندما عاد من المنفاة بالرغم من يعتوي الاستعمار هنا في السنغال وهم الذين ظلوا أوفياء للعهد الذي بينهم وبين هذه الأسرة يستمد منها ويعترفون بأن مرجعهم في هذه التديون المشترك في التوابة المشتركة هو من المغرب حضرت وبلغت تحية جنابه الشريف إلى هذه الطريقة وإلى الطرق الحاضرة وإلى كل من حاضر من رجالات الدولة السنغالية في هذا المقام وتعد الطريقة العمرية إحدى أكبر الزوايا بالسنغال ومهد الإسلام الصوفي المتعدد المشارب والروابط المشتركة مع المدارس الصوفية بالمغرب التي تميزت بإشعاعها بمجموع القارة على مدى قرون ترجمة نانسي قنقر